بالمناسبة ده كان جزء من فيلم عمله طبعا أنت جيته القناة الأولى وعمل زملنا مصطفى كفافي بزل فيه مجهود كبير جدا عشان يوضح لنا أين تم اكتشاف حجر رشيد طبعا تم عرض هذا الفيلم بتاريخ 27 سبتمبر من عام 2022 احتفالا بـ 200 سنة إيجيبتولوجي الفيلم كان بيتكلم طبعا لأن احنا شفنا جزء من هذا الفيلم ازاي تم اكتشاف هذا الحجر أين تم اكتشافه ايه الأسرار اللي كشافها كمان النهاردة بقى بيوافق ذكرى اكتشاف واحد من أهم الاكتشافات الأثرية واللي غيرت وجه التاريخ مش في مصر بس لكن في العالم كله لأنه كان سبب في فك تلاصم الهيروغليفية والكشف عن أسرار الحضارة المصرية العظيمة وهو حجر رشيد أكيد والحكايات والأسرار والمعلومات اللي ممكن يكون بعضها سليم والبعض الآخر هنصححوا مع حضرتك في هذا الحوار ضفنا الباحث الأسري الدكتور شريف شعبان صباح الخير يا دكتور صباح الخير عليكم صباح الخير ايه الأخبار دكتور شريف احنا كويسين احنا بخير يا رب دايما بخير حضرتنا المصرية مش بس اكتشاف حجر رشيد كان بيفك تلاصم لمجرد اللغة الهيروغليفية لكن كان مفاجأة للعالم كله بأسرارها بحكاياتها بالإنجازات اللي كانوا متفوقين فيها في كل المجالات الحقيقة كلمنا عن حجر رشيد وازاي فك الأسرار دي شوية وفك التلاصم بتاعت اللغة المصرية القديمة شوفوا ما فيش حضارة في العالم عندها قدرنا تسحر العالم كله على مدار قرون وقرون زي الحضارة المصرية القديمة رغم ان احنا قعدنا آلاف السنين مش قادرين نعرف الناس دي بتكلم ازاي ايه أفكارهم ايه أسرارهم إلا ان هم حتى في العصور الوسطى وقت ما كانت الحضارة دي مجهولة كانت النقوش الهيروغليفية بالنسبة للناس في العصور الوسطى مجموعة من التلاصم إلا ان تم الكشف عن حجر رشيد وتم فك رموز النقوش اللي موجودة عليه وده كانت البوابة اللي فتحت مصر القديمة على العالم وفتحت العالم على الحضارة المصرية القديمة كان الناس دايما بنختلف معها على فكرة اللغة الهيروغليفية لا يسمعها اللغة المصرية القديمة بالنقوش الهيروغليفية والهيراطقية والديموتوقية كان هي لغة زي اي لغة قديمة بتكتب بأكتر من نقش احنا عندنا في اللغة العربية بنكتبها بالنسخ والرقع والثولس والكوفي اللي هو المصاري القديمة بتكتب بالنقش الهيرغليفي اللي هو النقش المقدس اللي كان بيكتب بالنصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر النقش الهيراتيقي اللي كان خاص بالكهنة في الدولة الوسطى والدولة الحديثة والنقش الديموتيقي اللي هو الخاص بالمعاملات اليومية أو المعاملات الشعبية طيب دكتور يمكن زميلنا مصطفى وضح بعض المعلومات الخاصة باكتشاف الحجر نحن نعرف ايه قصة الحجر ده أو ليه اكتب؟ الاكتشاف ده أو الحجر ده نفسه كان جزء من لوحة كبيرة تم كتابتها بمناسبة ان ملك مصر بطلميوس الخامس قدم مجموعة من القرارات اللي بتناسب الكهنة المصريين ايه اللي كان بيحصل في مصر في الوقت ده؟ الوقت ده كانت البلد في حالة اشتعال كان في حالة مشاكل سياسية وقتصادية كانت مصر تحت حجم البطلمة عنصر اجنابي بيحكم مصر الغريق حكموا مصر بيتمسحوا في المصريين ولكن وضعوا الشعب المصري في حالة ضغط ضغط سياسي وضغط اقتصادي الملك بطلميوس الرابع كان راجل مهزوز ضعيف الشخصية فكان في مجموعة من بطانة القصر سيطرت عليه مصر في الوقت ده كانت بتعاني من مشاكل اقتصادية فقدت سيطرتها على الشام ولكن دخلت مصر حرب مهمة جدا اسمها معركة رفح وده كان لأول مرة تشرك فيها العنصر المصري في الجيش وده اللي عمل انتصار كبير جدا في العسكرية المصرية بعد ما عدنا قرون المصريين ما بتخلوش الجيش من بعد الحضارة المصرية القديمة وده بيبين قدي المصر لما بيمسك السلاح بيبقى متفوق فيه بعد ما مات بطلميوس الرابع تولى ابنه بطلميوس الخامس أبي فانس كان عنده ما بين خمس سنين أو سبع سنين طفل صغير لسه مش قادر انه هو يمسك بأمور السياسة ولكن ابتدى انه هو يحاول يحتوي الموقف ابتدى انه هو يرضي الشعب يرضي الكهنة ابتدى انه هو يوقف الضرائب اللي كانت مفروضة على الكهنة المصريين يخصص المخصصات اللي بتطلع من المعابد ويخليها للكهنة فالكهنة عملوا رد اعتبار للملك واصدروا له جوابشه اللي هو حجر رشيد للحجر تحديدا مين اللي كاتبه وازاي الرموز بتاعته لما فكت هي اللي قدرنا نعرف منها الاسرار بتاعت الحضارة المصرية القديمة يعني ايه حجر مهما كانت مساحته انه هو يعرفنا حضارة كاملة باللي تعمل فيها ايه؟ القصة مش في الحجر احنا زي ما كنا بنحكي هو عبارة عن جواب شكري من الكهنة الملك بطلع موس الخامس انهم بيشكروا ان هو عفاهم من الضرائب عفاهم من اي اجراءات حكومية ان هو خصص ليهم خصصات المعابد وتم ناقش الحجر ده في مدينة منف اللي هي كانت عاصمة مصر القديمة وتم ارساله للملك كعبارة عن جواب شكر ولكن مع مرور الزمن الحجر ده اتنقل من مكان لمكان لحد ما وصل لسعن الحجر ومنه اتنقل لي رشيد كان جزء من طابية رشيد اللي بناها الملك المملوكي السلطان المملوكي قيد باي وكان موجود هناك الان جات الحاملة الفرنسية في 1798 وساعتها نابليون بونابارت قرر ان هو يعيد ترميم الطابية دي عشان تكون حصن او نقطة دفاع ضد سطول الانجليز اللي كان بيهدد الوجود الفرنسي في مصر فاكتشفوا الحجر مين اللي اكتشف الحجر ده؟ اوكل عملية الترميم ليه ضابط مهندس فرنساوي اسمه بيير بوشاعت الراجل ده كان ضمن اللاجنة العلمية اللي كانت من ضمن اعمالها عملية البحث العلمي اللي كان بيعملها المجمع العلمي الفرنساوي في مصر واوكل ليه انه هو يعمل عملية الترميم اللي موجودة في قلعة رشيد ومجموعة من اعمال فحص ودراسة الحرف المصرية ودراسة بحيرة البردويل يعني طول الفترة دي كانوا بتعاملوا معاه لانه حجر فقط هو لما جم يرمموا القلعة دي كانت عملية ترميم وإعادة بناء الأحجار ولكن لفت نظرهم ان الحجر ده عليه نقوش مش حجر عادي هما كان عندهم بعض معرفة ان الحجر ده نقوش ده الهيروغليفي بس هما مش عارفين ان ده هيروغليفي او بيقول ايه ولقوا كمان نص باليوناني القديم هما كانوا بمعرفة باليوناني القديم ما اعتبر الحضارة اليونانية كانت سيدة في اوروبا في الوقت ده اللي كان محير وغريب بالنسبة لهم الكتابة الديموطيقية اللي كانت ضمن النقوش بتاعة حجر رشيد فده اللي خلى الحملة الفرنسية وخلى بيير بوشارد ياخد باله من الحجر ده لكن مش شامبليون؟ شامبليون عمل ايه بعد كده؟ فك رموز الحجر ايه؟ بوشارد بعت الحجر ده للمجمع العلمي في القاهرة وعملوا مجموعة من الدراسات عليه طبعا مقدروش ان هما يصلوا لحاجة بسبب ان دراسات اللغويات القديمة ما كانتش بالمهارة فتم التحفظ عليه الى ان تم وجود حصار انجليزي على الفرنسوين في مصر وباتفاقية اسكندرية 1801 انجلترا حصلت على كل ما استحوازت عليه فرنسا من افار اعتبروا الممتلكات الفرنسيين اخذوا كل الممتلكات الفرنسيين من مصر ويقالوها للندن هو حاليا في لندن هو دلوقت في المتحف البريطاني في لندن من سنة 1802 يعني لا هو ملك الفرنسوين ولا هو ملك الانجليز طب هل كان معروف في هذا التوقيت في هذا الزمن انه احنا لما بنحب نوثق حاجة او نقدم شكر بيكتب على الصخور؟ ده بالضبط ده حقيقي وده مش اول مرة انه يكتب جواب شكر بيه اكتر من لغة واكتر من خط عندنا مرسوم سابق اسم مرسوم كانوب قدموا برضو الكهنة للملك بطلق ميوس التالت كشكر لي انه هو عمل نفس الفكرة وهو اعفاء المعابد من الضرائب واعفاء الكهنة من اي ممارسات ادارية كانوا بيلتزموا بها قصاد الدولة عفاهم من اي فلوس يدفعوها وبالتالي فكرة جوابات الشكر او النصوص الشكر اللي كانوا بيبعثوها الكهنة لملوك البطال ما كانت سايدة في الوقت ده ولكن ايه الفكرة بتاعت حجر رشيد انه هو كشف لنا الحضارة المصرية زي ما حضرتك قلتي فرانسوعة شامبليون في 1822 نجح انه هو يخلص مسيرة قرون من عمليات الابحاث العلمية اللي تمت وقدر انه هو يلخصها ونجح من خلالها انه هو يفك رموز حجر رشيد ما كانش فيه اي محاولات قبله؟ كتير جدا والمدهش انه هي محاولات غربية بس ده محاولات من علماء عرب ومسلمين في الوصول الوسطى يعني دايما الغرب بيقول لنا ان العرب والمسلمين كانوا بيشوفوا الحضارات القديمة حضارات وثانية حضارات غير مهتمين بيها ولكن المدهش انه كان فيه علماء عرب ومسلمين اهتموا بعملات فك الرموز القديمة زي العالم العراي ابن وحشية النبطي وعمل كتاب مهم جدا اسمه شوق المستهام ده ما بين القرن التاسع والعاشر الميلادي عندنا جابر ابن حيان عالم الكيميا الشهير اهتم كمان بعمليات فك الرموز عندنا العالم الصوفي المصري ظنون المصري اهتم جدا ان هو يقرأ انقوش اللي كانت موجودة في اخميم وان هو كان اصوله من اخميم طيب الرموز اللي تم فكها هل هي قبلة للتغيير لسه في عصرنا ممكن نفهمها بشكل مختلف والذي ثوابت خلاص وصل الله ما فيش حاجة في العلم اسمها ثوابت ولكن بدرجة كبيرة يعني 99% احنا في اللغة المصرية القديمة بنعتمد على الدراسات اللي عملها فرانسوان شامبليون طبعا فيه مجموعة من العلماء كملوا عليه فيه مجموعة كبيرة جدا من الابحاث كملت عليه في علم انجليزي فيه عوائل القارن العشرين اسمه ألان جاردنر عمل ابحاث كبيرة جدا وعمل مرجع كبير احنا بتعتمد عليه لحد دلوقتي فيه دراسة لغة المصرية القديمة اصلي ممكن كل ما اكتشف جديد اكتشف سر مثلا انا مش عارف اوصله لحد دلوقتي في الحضارة المصرية القديمة طبيعي طبيعي يعني احنا اكتشفنا 5% 10% من أصر الحضارة المصرية القديمة نتكلم في 200 سنة اكتشافات قصة حضارة عاشت 1000 و1000 سنين وبالتالي احنا كأننا بندور في نقطة في بحر كبير جدا طيب ايه هي الرسالة اللي بيحملها هذا الحجر يعني احناك قلت انه هو مثلا رسالة شكر من الكهنة هل هو رسالة شكر فقط؟ هل كل اللي بنقوش على هذا الحجر هو رسالة شكر فقط؟ هي شكلا هي رسالة شكر ولكن هي ضمنيا كانت المشاكل السياسية والاقتصادية اللي كانت ضغطة على مصر والمصريين خلت الكهنة يعمله نوع من الشد والجذب مع الملك بطلال ميوس الخامس كان هم بيقولوله احنا بنشكرك ولكن اللي انت عملته ده ده شيء كان مفروض ان انت تعمله خصوصا انه هم كتبوا جملتين في النص ده ان العملية عدم فرض الضغائب او تخصيص مخصوصات المعابد ليه دي عملها يعني اللي مشي عليها اجداده واباقه قبل كده وكانه مقدمش حاجة جديدة لمصر او للكهنة حاجة تانية انه هو لما قدر انه ينجح في حماية البلد وحماية مخصصات البلد وقدر انه هو يحافظ على الاقتصاد وعلى الامن الداخلي ده كان من ضمن دوره اللي هو كان مفروض يعمله وده ذكر في النص طيب هل الدولة المصرية فيه اي جهود بتبزلها من ضمن المجهودات الخاصة باسترداد الاثار المصرية في الخارج خاصة بحاجة الرشيد الدولة المصرية على مدار عقود بتحارب عشان تقدر ترجع الاثار المصرية كان أنا بشكر جهود الدولة متمثلة في وزارة الخارجية متمثلة في وزارة السياحة والأثار إدارة الأثار المسترددة أن هي على مدار عقود فعلا بتحارب عشان تقدر ترجع مجموعة كبيرة جدا من الأثار المصرية للأسف خرجت حجر رشيد وأثار كتيرة جدا أثار طبعا خرجت بشكل غير قانوني وللأسف شديد بتزين متاحف عالمية بره وبيتم اتباهي بيها وده يعني دي مش حضارتهم دي مش أثارهم دي أثارنا إحنا كان دايما فيه نقطة بيقولوها على المتحف البريطاني أن المتحف البريطاني ما فيهوش أي شيء بريطاني كل الحضارات اللي هم اخدوها موجودة جوه المتحف دي لا تموت لبريطانيا بالصلة إحنا عندنا مجموعة كبيرة من الأثار على أهمها وأشارها حجر رشيد في المتحف البريطاني رأس الملكة نيفرتيتي في المتحف المصري في برلين زودياك داندارة اللي في مطحف اللوفر في باريس دي من أجمل وأهم ثلاث قطع إحنا بنناشد العالم كله أنه هو يساعدنا عشان نقدر نرجعها من بره وتزين المتاحف المصري دكتور هل في المكان اللي تم اكتشاف فيه حجر رشيد من الممكن أن يكون هناك أي دلالة على وجود أحجار أخرى برضو عليها نقوش وبالتالي نبدأ مرحلة البحث وبنتم فك التلاصم والوصول برضو إلى الرسالة من الممكن أن تغير زي ما قلنا من التاريخ ورد جدا يعني كل بقعة من أرض مصر إحنا عندنا كنوز مدفونة أي مكان إحنا ممكن نحفر فيه ممكن نطلع كنوز ممكن نطلع مجموعة من النقوش ممكن تغير لنا عملية سرد التاريخ المصري إحنا من 2023 كان فيه كشف مهم جدا ومجموعة من الأساور الفضة الخاصة بيئة الملكة حتى بحرس أم الملكة خوفه ده غير لنا مجرى التاريخ إن عرفنا أن فيه تواصل اقتصادي ما بين مصر وبلاد اليونان لأن الفضة دي ظهرت فيه بلاد اليونان قبل مصر فده عمل لنا تغير أو إعادة صياغة للتاريخ فأي كشف إحنا بنلاقيه بنعمله بحث علمي بيدي معنى أو بيدي رسالة بيدي معنى ورسالة وإعادة سرد للأحداث التاريخية خصوصا أن إحنا دلوقتي عندنا أبحاث علمية متطورة عن زمان الدولة بيطرع عملية البحث العلمي عملية الاكتشافات الأثارية وبالتالي كل ده ممكن يساعدنا إن إحنا نطور عملية البحث العلمي والأثاري من أكبر النسب في الإقبال للزائرين في المتاحف حتى لو في الخارج الجناح المصري ده هي والجناح اللي بيتكلم عن الحضارة المصرية القديمة ده هي في كل المتاحف العالمي لكن إحنا بقى الميزة عندنا إن إحنا عندنا المتحف مفتوحة أو المتاحف مفتوحة مش بس المتحف طبعا المصري الكبير واللي هيكون له توجه كبير جدا أو بصلة لكل أنظار العالم إن هي تبص المصر وإزاي أكبر تجميع للقطع الأثارية المختلفة وشكله المعماري الفريد لكن كمان لأسر وأسوان وباقي المحافظات اللي فيها المعابد والأثار يعني مصر متحف كبير مفتوح ده هي ما فيش دولة في العالم عندها الكم الكبير ده من المواقع الأثارية زي مصر ما فيش حضارة قعدة خمس تلاف سنة بتأثر في العالم كله زي الحضارة المصرية القديمة كذلك ما هيك قلتي إحنا عندنا مواقع مفتوحة كأنها متاحف عندنا آمن في ميتراهينة عندنا اسكندرية يعني مدينة الإسكندر اللي هي بتعتبر عاصمة دولة البطالمة اللي بتعبر عن الفكر الإغريقي القديم عندنا الأقصر وأسوان مدينة طيبة عاصمة الحضارة المصرية القديمة عندنا تل العمارنة في المينيا عاصمة الملك إخناتون وبالتالي عندنا كام كبير جدا من المواقع الأثارية اللي بتكل مدينة فيها وكل موقع فيها بتقول لنا على جزء مهم جدا من الحضارة المصرية القديمة وحضارة اليونان والرومان والعرب والمسلمين إلى وقتنا الحالي كل ده مع استمرار أعمال البعثة المصرية في البحث واكتشافات جديدة والجميل في الموضوع أن طرق الإعلان عن هذه الاكتشافات برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعرف العالم كله مين هي مصر؟ إيه موقع مصر؟ حضارة مصر عاملة إزاي؟ ده يمكن إحنا كنا بنعاني لحد وقت قريب أن البعثات الأجنبية هي المسيطرة على العمليات الحفية دلوقتي بقى عندنا بعثات مصرية بقى عندنا اهتمام كبير جدا من الدولة بالأثار المصرية بقى عندنا متاحف جميلة جدا المتحف المصر كبير متحف الحضارة في فسطات بقى عندنا توجه إعلامي أن هو ينشر الحضارة المصرية دي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي نشكر حضرتك جزيلا شكرا على هذا الحوار البحث الأسري الدكتور شريف شعبان شرف طين شكرا جزيلا شكرا جديدا